اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديدة هنتكلم فيه عن اهم النصايح والتحذيرات والتوقعات لبرج الاسد لشهر يناير 2021 النهاردة هنتكلم عن ايه الحاجات اللي لازم برج الاسد يخبه لهم منها والحاجات اللي لازم يحضر منها وعلاقته بشريك حياته هتكون عاملة ازاي كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على الساشل الميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولولي بتتفرج علي من فين وانتو برج ايه ونزل بتتصمت على برج الاسد كمان قولولي انتو برج ايه طيب برج الاسد اول حاجة شايفة عندوكو الفترة دي في ممكن تكون زعلان مع شريك حياتك يعني ممكن تكون في زعل او في سوق تفاهم ما بينك وما بين شريك حياتك وانت قررت ممكن تكون قررت ان انت تمشي او في حاجات مضايقك من العلاقة وحس انت مش مست رايح الا ان الشخص الاخر او الطرف الاخر هيشعر بحزن شديد جدا ان انت مشيت وسبت العلاقة هيبقى حاسنه محتاج لك حاسنه هو ان هو حاسس بفرق كبير جدا جدا وانت مش موجود حاسنه ادمان على فرائك حاسنه مش هيلاقي حد يعوضك عارفين انتو مكانك في قلبي مهما كنت بعيد علي هو حاسس ان في حاجة كبيرة جدا جدا فقدها ممكن تكون بيدعي معاك ان هو مشغول يعني هو مش هيبين هو شخص واضح ان هو شخص غامض مش سهل يبين مشاعره هيدعي ان هو مشغول عنده اهتمامات اخرى او هيشغل نفسه في العمل من اجل ما انت ما تبقاش حاسس ان في حاجة غلط ما بينكو او ان هو زعران ومتدايق هو واضح ان هو شخص شاطر جدا وقادر قوي على اخباء مشاعره برج الاسد كمان الفترة دي هو حاسس او انت حاسس ان فيه حاجة قصرة صعب انها تتصلح بس انا ازاولك ان هي ممكن تتصلح يا برج الاسد يعني شايف ان فيه في العلاقة دي رجوع او فيه صلح او فيه كلام تاني لان مشاعر الشخص ده بالنسبالك شايفها مشاعر صدقة من الحاجات اللي عايزة حذر برضو برج الاسد منها هو ان انت برج الاسد تتخلى عن شخص بيحبك يعني شايفاك ان انت ممكن مش هوله غرور منك بس ممكن يبقى عندك حتة اللي هو الان بتاعتك عالية فانت تمشي في العلاقة او تبعد عن شخص شريك او شخص عايزك او شخص عايز يحتفظ بيك او شخص بيحبك فحاول يا برج الاسد ان انت ما تتخلىش يعني شوف دايما الكرادت بتاع الشخص اللي قدامك ما تتكونش من الاشخاص اللي بتتخلى بسهولة كمان شايفا ان ان انت ممكن تكون متمسك بحد بيعك يعني انت عندك العكس كمان يعني فيه شخص ممكن تكون قرر الرحيل او قرر ايه بعد او هو مش عايزك مش عايز الالاقة بتاعتك وانت عمل تفكر فيه عمل تتمسك به متمسك بالالاقة جدا حاسس ان هو يعني شايفا ان انت متمسك بشخص في الفترة دي هو باعك وباع حد متمسك بيك انا مش عارفة ليه عندك لقبطة في الحتة دي يا برج الاسد كمان يا برج الاسد شايفا على نطاق العمل فيه نجاحات قوية جدا شايفاك بتنجح شايفاك بتنجح شايفاك بتطلع هو برج الاسد من الابراج يا جماعة المتطلعة اللي بتشتغل على نفسها اللي دايما بيكون افضل بيشتغل على نفس ان هو يتخسن بيشتغل على نفس ان هو يكبر شايفاك بتشتغل على نفسك بالعكس شايفا فيه تفوق شايفا فيه ايجابية شايفا فيه فرص عندك كمان ممكن عندك يجيلك عرض عمل اخر او يجي لك يعني opportunity ان انت بتصيب شغلك وتروح مكان افضل بس انا مش عارفة شايفة ان انت هتفضل في مكانك او هتفضل comfort zone بتاعتك في الفترة دي فشايفك مش هتاخد الفرصة بس هجي لك عرض عمل في الفترة الجاية احنا النهاردة القراءة بتاعتها منتصف يناير لمنتصف فبراير فاحنا بنتكلم عن شهر من النهاردة كمان شايفة عندك يا بورج الاسد يعني رغبة في التغيير يعني عندك تغييرات كتيرة تغييرات مصرية او تغييرات كتير الفترة الجاية اصلا سنة 2021 انا بعتبرها بالنسبة للاسد سنة التغييرات المصرية الكبيرة فعندك تغييرات كبيرة جدا شايفة بتهتم بشكلك بتهتم بالليقتك عندكو مثلا بتعملوا بتعملوا sports كتيرة جدا شغالين على نفسكو قوي في الحتة دي بورج الاسد ودي حاجة كويسة قوي شايفةكو بتعملوا زي reconciliation لنافسكو بتشوفوا مين ضيقكو مين زعالكو ودي حاجة حلوة ان انت كل فترة تشوف مين الاشخاص اللي لازم يبضلوا في حياتك ومين اشخاص اللي لازم يمشوا من حياتك طيب بورج الاسد شايفة عندك بداية جديدة ودي حاجة حلوة جدا عندك بداية حاجة بتنتهي نهاية الحاجة وبداية الحاجة شايفة فيه شخص هيحاول التقرب منك الفترة الجاية يعني هيبقى عندك حيرة ما بين شخصين على فكرة شخص جديد داخل عليك وشخص قديم بس شايفة ان فيه شخص منهم انا مش عارفة ده القديم ولا جديد هيبقى فيه فروق كبيرة جدا فرق اجتماعي ما بينكو فرق مادي فرق تعليمي فرق لغة فرق ديانة بس فيهم فيه فرق مقامات قوي جدا جدا ما بينكو يا بورج الاسد بس عندك حيرة في الحب او حيرة في العاطفة كمان عندك هتقرر تبيع حاجة قديمة عندك وتشتري حاجة جديدة مكانها ممكن تكون عربية جديدة يعني اعتق المنظم بورج الاسد ممكن يفكروا الفترة دي تجديد العربي بتاعتكو ان انتو تشتروا حاجة احدث مثلا حاجة افضل او ان انت مثلا بس مش شايفة بيت يعني شايفة تكيير حاجة بسيط يعني عربية حاجة رايسنج حاجة يعني بس هي تجديد للافضل ودي حاجة كويسة جدا جدا يا بورج الاسد خليكم طب زي ما قلت ان في شخص باجهلك شخص ده انت ممكن تكون في زعل ما بينك وما بينه عنده امل كبير جدا جدا ان هو يصلح المشاكل اللي ما بينكو او سوء التفاهم اللي حصل ما بينكو هيحاول معاك هو مفتقدك جدا على فكرة او حاسس ان في حاجة كبيرة نقصة في حياته يعني عدم وجودك مؤثر عليه جدا جدا الشخص ده على فكرة بس انا شايفة ان بورج الاسد تركيزه الاكبر فهو ان هو يطور في نفسه ان هو يكون افضل ان هو يبقى احسن انا شايفة عندك تطويرات كتيرة جدا ايجابية يا بورج الاسد بتطور من نفسك بتشتغل على نفسك ودي حاجة كويسة جدا وشايفة في شخصين عند بورج الاسد انا مش عارفة القراءة مرة دي شايفة في شخصين حواليك شخص قريدي ممكن يكون في حياتك او انت معجب بيه او بتحاول تعرفه في شخص قديد هيحاول يتقرب منك ممكن شخص تكون تعرفه قريدي من الشغل مثلا وشخص هتعرفه من بورج شغل بس شايفة في حيرة عطفية او الشخص اللي معاك مش ماري عينك قوي انت شايفة ان انت تستحق حد افضل تستحق فرصة افضل فانا لسا شايفة ان في عندك عندك حيرة قوية جدا مسيطرة عليك وطاق التطوير يعني شايفة بتطور من نفسك بتشتغل على نفسك حلوة قوي لفترة دي في شخص منهم اعتقد ده الشخص اللي انت كنت تعرفه وكنت على علاقة بيه هيتواصل معاك روحيا يعني هيعمل هيبعات لك مسجات روحيا هيتخاطر معاك هيبقى بيفكر فيك كتير جدا لانه هو حاسس بامتك دلوقتي يعني حاسس قوي انه هو فقدك حاسس قوي هو زعلان عليك قوي زعلان وحاسس انه هو محتاج فرصة تانية او محتاج يعني انا شايفة انه هو ممكن يطلب فرصة تانية بس هو الشخص ده على فكرة مش متحدد لبق يعني هو مش بتكلم كتير غامض مش بيعبر كتير عن مشاعره وهو شخص رومانسي جدا على فكرة يعني انا شايفة شخص فيه رومانسية فيه احساس بس هو مش سهل يعبر عن نفسه بالكلام يعني هو مش دايما بيقول كلام حلو مش دايما بيعبر عن نفسه بس هو منجذب ليك او يا برج الاسد على فكرة طيب ايه الطاقات الموجودة حوليك في الحب شايفة طاقات ابراج ترابية شايفة طور شايفة عزراء شايفة طاقات ابراج هوائية شايفة دلو شايفة ميزين شايفة طاقات ابراج نارية شايفة حمل وشايفة اسد وشايفة ابراج مائية عقرب وسرطان دي الطاقات الموجودة حوليك في الحب يا برج الاسد برج الاسد شايفة عندكم بداية جديدة كويسة جدا سواء بداية عطفية او بداية في العمل او بداية في الكرير بتاعك او بداية في حياتك حلوة عندك شراء حاجة نفسك فيها جوءون يعني بشجعك على لو بتفكر فتشتري او تبدل حاجة هتكون تبديل موافق بشكركم بحبكو جدا جدا قولولي القراءة دي بتتفق معاكو ولا لا قولولي يا برج الاسد هل فعلا في شخصين في حياتك انت محترم بينهم ولا لا تانكي وبحبكو تابعوني على السوشيال ميديا